السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب في الخبر الاول عندنا يوم التلوتاء خمسة وعشرين يوليو الساعة عشرة اوهداشر صباحا حيكون معنا التحديث الجديد خمسة وعشرين فاصل عجم التحديث غير معروف لكن تقريبا اربعة او خمسة جيجا طيب خلينا اذكر لكم بعض الاشياء اللي حتنزل في هذا التحديث اول شي عندنا السلاح الجديد هذا هذا السلاح قبل كده كان موجود وحدفوه لانه كان فيه مشكلة في احتمال كبير حيصوله اصلاح ويرجعوه مرة اخرى بعد كده عندنا تحديات سلونا السرية الجزء الثالث كم معانا الجزء الاول والجزء الثاني انا سويت لها شرح ونزلتها في قناتي واحط لكم روابطة اسفل الفيديو في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع الثاني حيكون معانا الجزء الثالث ان شاء الله سوي لكم شرح للتحديات بعد كده عندنا واجهة التطبيقات متجرى العناصر كثير منalla Ai سألوني عن الموضوع في ملف ملفات اللعبة يسمونوا واجهة التطبيقات متجرى العناصر تنزل الأشياء اللي تخص متجرى العناصر تنزل بعض الاشياء بعد كده يجي تحديث امسح القديم وحط اشياء جديدة فهمتوا كيف فهذه الاشياء القديمة اللي كانت معانا اللي هي سكنات الصيف والامات القديمة الظاهرة امامكم في التحديث غدا ان شاء الله حتتمسح الأشياء هذي وحتنضاف بعض الأشياء الجديدة لكن إلى الآن غير معروف إيش الأشياء الجديدة في التحديث إن شاء الله غدا هاعرض لكم جميع الأشياء اللي هتنزل بعض الأشخاص برسلولي في التعليقات على سكينات ناروتو وسكينات دراغنبول إلى الآن ما في أي معلومات عنها لكن غدا ممكن تنزل في واجهة تطبيقات مجرى العناصر هاعرض لكم إياها بالكامل فهمتوا كيف؟ بعد كده عندنا المسدس الجديد احتمال كبير 80% حيصدر معنا غدا اللي هو الفرد الظاهر أمامكم شايفينه بعد كده عندنا حزمة رفع المستوى إنتوا عارفين كل موسم قبل نهاية الموسم بشهر أو ب30 يوم تنزل معنا حزمة رفع المستوى هذه الحزمة تعطيك 28 لفل فيها تحديات وتعطيك 28 لفل وفيها ستايلات وفيها أشياء جديدة الحزمة هذه بالفي بوكس مو بالدولارات قيمتها 1200 في بوكس غدا إن شاء الله حيتم الكشف عن الحزمة الجديدة بعد كده عندنا حزمة شهر أغسطس حزمة الطاكم لشهر أغسطس غدا في التحديث الجديد حتصدر معنا أو حينفك التشفير أو حتتسرب معنا فإن شاء الله حسوي لكم مقطع يعرض لكم كامل ملحقات الحزمة الجديدة بعد كده عندنا يوم الخميس 27 يوليو الساعة 4 مساء تحديات الأسبوع الثامن كثير من الأشخاص ارسلوا لي في التعليقات عن بعض الإستايلات اللي ما تفتح معاهم يقول لي في عندي الإستايل ما يفتح معايا ترى التحديات الأسبوعية يفكر لك بعض الإستايلات الجديدة للإسكنات الإسكنات البتلباس فهمتوا كيف؟ فضروري تسوي التحديات عشان تفتحوا الإستايلات في عندنا مضلات في إستايلات إسكنات في حقائب ظهر فحاولوا أنكم دائما تسووا التحديات جميع التحديات من الأسبوع الأول للأسبوع السابع أحط لكم رابطة أسفل الفيديو فحاولوا تسووها عشان تفتح معاكم جميع الإستايلات في الأسبوع الثامن إن شاء الله حسوي لكم شرح للتحديات ونزلها في قناتي نفس النظام كل مرة بعد كده عندنا يوم 29 و30 يوليو ستتوفر الجائزة الأولى من مكافآت بطولة فينيسز جائزة بطولة فينيسز في عندنا خمسة جوائز أنا سويت مقطع يشرح لكم كامل الجوائز ومواعدها والموقع الجديد اللي هنحصل من خلاله على الجوائز المجانية أحط لكم الرابط أسفل الفيديو ضروري تعرفوا الموقع عشان تسجلوا فيه عشان أول ما تنزل الجائزة الأولى تقدروا تحصل عليها بطريقة سريعة فهمتوا كيف؟ عندنا خمسة جوائز هذه هي صراحة أفضل جائزة اللي هي حقيبة الظهر عندنا حيكون الجائزة الأولى البخاخ ممتطي رابطور الموعد المحدد حيكون 29.30 يوليو إن شاء الله أول جائزة حسوي لكم مقطع يبين لكم كيف نقدر نحصل على الجائزة الأولى لأنه فيه موقع جديد وصراحة الموقع الجديد لسه ما نعرف أنه أي شيء لكن أنا نزلت عنه كامل التفاصيل فأول جائزة حسوي لكم مقطع يعرض لكم كيف نقدر نحصل على الجائزة الأولى بعد كده عندنا يوم الاثنين سبعة أغسطس ستغادر تحديات حزمة الدوائر الصقيق كثير من الأشخاص بيرسلولي في التعليقات على الحزمة هذه يقول لي التحديات مو ظاهرة عندي ما تظهر عندك التحديات لأنه هذه الحزمة كان لها مرحلتين المرحلة الأولى كان لها فترة معينة إنك أنت تستلم الجائزة وكانت الحزمة بصفر في بوكس موجودة في متجر العناصر طيب أنتهت المرحلة الأولى اللي هي استلام الجائزة أو إنك تحصل عليها في عندنا المرحلة الثانية اللي هي التحديات التحديات ضروري إنك تسويها عشان تحصل على الحزمة يعني اللي ما استلم الجائزة اللي ما استلم الحزمة من البداية خلاص راحت عليه الآن نتكلم على الأشخاص اللي معاهم التحديات أمامك أسبوعين 14 يوم عشان تحصل على كامل الجوائز بعد الأربعة عشر يوم حتغادر التحديات وتغادر عليك الحزمة فحاولوا تلحقوا عليه أنا سويت جبت لكم الخبر هذا بس للتذكير قدامكم أسبوعين تجيبوا 50 لفل تحصل على كامل الجوائز طيب هذه كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائماً أما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فإذا ظهرت معايا تسريبات أو أخبار جديدة هنزلها في المنتدى وإذا ظهرت أخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدة كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود وهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة